سوف نرى في هذا الفيديو تمارين حول فريز الوربس الأفعال الإستلاحية سوف نرى ثلاث تمارين أولا سوف نرى ما هو الفعل الإستلاحي للذين لا يعلمون ما هو فريز الورب إذن فريز الورب is an idiomatic phrase consisting of a verb and another element الفعل الإستلاحي هو عبارة إستلاحية تتكون من فعل وعنصر آخر وهذا العنصر الآخر يمكن أن يكون an adverb مثلا break down down هو adverb أو أن يكون preposition see to to هي preposition or a combination of both look down on هنا لدينا down تعني adverb وon هو preposition السؤال الأول يقول fill in the blank with the appropriate phrasal verb املأ الفراغ بالفعل الإستلاحي الصحيح لدينا هنا أربع أفعال إستلاحية ولدينا أربع جمل الفعل الأول لدينا look for تعني يبحث fill in تعني يملأ switch on يعني يشغل take off تعني أن يزيل الجملة الأولى it is dark inside إنه مظلم في الداخل can you the light please هنا يطلب منه أن يشغل الأنوار إذن يشغل هنا تعني switch on it is dark inside can you switch on the light please لدي الجملة الثانية I don't know where my book is لا أعلم أين هو كتابي I have to فراغ ولدي it هنا لا يعلم أين هو كتابه إذن سوف يبحث عنه يبحث عن تعني look for إذن الجواب I don't know where my book is I have to look for it الجملة الثالثة it is warm inside إنه دافئ في الداخل لدي فراغ وyour coat هنا طلب منه أن يزيل مطافة take off تعني يزيل إذن الجواب سيكون it is warm inside take off your coat الجملة الرابعة لدي فراغ وthis form please هنا طلب منه أن يملأ نموذج إملأ تعني fill in إذن الجواب هو fill in this form إملأ هذا النموذج السؤال الثاني يقول fill in the blank with the right preposition سوف نملأ الفراغ بالpreposition المناسبة هنا لدي away تعني بعيد off كpreposition تعني إيقاف back تعني عوضة up تعني فوق in تعني في after تعني بعد عندما نضع الverb plus preposition بالتأكيد يختلف المعنى إذن الجملة الأولى لدي we are putting فراغ our trip until January because of the bad weather يعني أنهم سوف يعجلون الرحلة إلى January لأن الجو ليس جيدا الجواب سوف يكون we are putting off تعني أجلنا putting off أو put off تعني أجلنا we are putting off our trip until January because of the bad weather الجملة الثانية the child run فراغ from home because of the family dispute لقد وقع مشكل في العائلة لذلك الطفل هرب run away هربة تعني run away إذن الجواب the child run away from home because of the family dispute الجملة الثالثة the light is too bright could you turn it فراغ please أستطيع جدا هل يمكنك أن تطفئه أرجوك turn off تعني يطفئ أو يغلق إذن الجواب the light is too bright can you turn it off please هل يمكنك أن تغلقها أرجوك الجملة الرابعة he likes showing فراغ especially when he is driving his new car هو يحب أن يظهر نفسه خصوصا عندما يقود سيارته الجديدة show off تعني يظهر نفسه إذن الجواب سيكون he likes showing off especially when he is driving his new car الجملة الخامسة thanks for buying my ticket I will pay you فراغ on Friday شكرا لأنك قمت بشراء ticket الخاص به سوف أعيد لك ما لك يوم الجمعة pay back تعني أعيد إذن الجواب سيكون thanks for buying my ticket I will pay you back on Friday الجملة السادسة لدي look فراغ the word in the dictionary بمعنى ابحث عن الكلمة في المعجم look up تعني يبحث عن إذن الجواب look up in the word in the dictionary الجملة السابعة والأخيرة في هذا السؤال she was very sad because her father passed فراغ إنها تبدو حزينة جدا لأن والدها توفية passed away تعني توفية إذن الجواب هو she was very sad because her father passed away أنصف نمر إلى السؤال الثالث C fill in the blank with the right word إملأ الفراغ بالكلمة المناسبة هنا لدي away تعني بعيدا off تعني أوقف وdown تعني تحت كالعادة عندما نضيفها إلى فعل سوف يتغير معناه إذن لدي الجملة الأولى the salary wasn't what I expected هنا لأن الراتب ليس جيدا أو ليس كما توقعه هو سوف يرفض العمل turned down تعني يرفض إذن الجواب the salary wasn't what I expected I turned down the job after all قد رفضت العمل لأن الراتب لم يكن كما توقعت أو لم يجيب الجملة الثانية we'll have to put فراغ the party because we don't have enough money سوف نقوم بتأجيل الحفل لأننا لم نملك المال الكافي put off تعني الجلا إذن الجواب we'll have to put off the party because we don't have enough money الجملة الثالثة لدي why don't you throw فراغ that stupid hat it doesn't fit you لما لا تقوم برمي هذه القبة الغبية إنها لا تناسبك هنا throw away تعني ترمي أو تتخلص من إذن الجواب سيكون why don't you throw away that stupid hat it doesn't fit كان هذا هو فيديو اليوم أتمنى أن تكونوا استفدتم إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا مشاركته مع أصدقائكم لكي تعمل الفائدة وسنلتقي فيها الفيديو القادم إن شاء الله